أهلا وسهلا بكم معكم أستاذ غيز من شركة هوا بروب للتسويق الإلكتروني وتصميم مواقع الإلكترونية والنهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا المناقشة اللي احنا هنتكلم فيها دي مناقشة مهمة جدا رغم ان الفيديو مش طويب بس مهمة قوي لأن احنا نتكلم على المستقبل اللي جاي نتكلم التسويق 2019 وحيبقى الدنيا ماشية ازاي تمام التسويق الإلكتروني الربح من الانترنت الدنيا هتبقى ماشية ازاي في 2019 كل اللي انا هقوله في الفيديو ده تخمينات جاية من الوضع الحالي تمام خصوصا في الشهور الأخيرة من 2018 بنتكلم ابتداء من شهر سبعة حتى نهاية 2018 والشهور دي طبعا مع الأوضاع اللي فيها خلتنا يعني نعمل بحث كده سريع عشان نقدر نعرف الدنيا هتبقى ماشية ازاي تمام الفترة اللي فاتت بنتكلم من ابتداء من شهر سبعة تحديدا يعني ما قبل فيه برضو شوية إيجابيات وسلبيات بس ابتداء من شهر سبعة لغاية شهر 12 اللي جاي يعني فيه اختلافات كتير قوي تمام السلبيات هي اللي مرة تعلى اللي جابيات هي اللي مرة تعلى بس في الجالب كان فيه شوية مشاكل كتير بتقابل كل الناس اللي تشال فيه التسويق تمام مجال الربح من الانترنت كانت ثابت زي ما هو تمام بل العكس طلعت معاقع ربحية كتيرة جديدة الفترة اللي فاتت لكن فيه التسويق الدنيا شوية نوعا ما بدأت يعني حاتت غير بدأت حاتت غير حاتت غير لإيه للأفضل للأحسن طيب خلونا نتكلم بشكل أوضع شوية الشهور اللي فاتت بدأ يحصل شوية مشكلات في الإعلانات يعني بعض المعلنين على كل المواقع كل مواقع التواصل الاجتماعي كل مواقع اللي تتعلق بالإعلانات تبتدأ من مواقع الإعلانات المبوبة لغاية مواقع السوشيال ميديا لغاية الإعلانات على جوجل وعلى أي حال تمام عدد كبير جدا من المعلنين أصحاب الخبرة وعدم أصحاب الخبرة كان عندهم مشاكل في الإعلانات طبيعي تمام في منها حصل بأصد وفي منها حصل بدون أصد يعني في منها حصل بأصد وفي منها حصل بدون أصد بس خلت عدد كبير جدا من الناس الدنيا من معاهم شوية بقتش مصبوطة ليه؟ لأن في حاجات كثيرة تغيرت يعني مثلا لما نيجي نتكلم على فيديو على اليوتيوب معاش الاعتماد على الكلمات الدلالية فقط اللي تتحطي في الفيديو هو اللي بيخلي الفيديو يظهر في الترتيب أول لا في حاجات تانية كتير جدا وعامل تانية خارجية كتير جدا هي اللي بتخلي الفيديو يظهر في الترتيب الأول بل العكس كلمات لما بيكون عليها نسبة بحث عالي والمنافس عليها عالي بيبقى فيه صعوبة في الظهور بتظهر بس بعد وقت فأصبح فيه عوامل تانية لظهور الفيديو بتاعك في الترتيبات الأولى نفس الكلام في السوشيال ميديا لما نيجي نتكلم على فيسبوك تحديدا أصبح فيه مشاكل إن عدد كبير جدا من الإعلانات على فيسبوك مثلا بتظهر لناس جير مهتمة بالإعلان اللي المعلن عام له تمام؟ كون بس إن هو حدد إن هو عايز ناس بتهتم بالأعمال بتهتم بالتجارة بتهتم بالتسويق بتهتم مش عارف إيه فوصل لعدد كبير من الناس مش مهتم أصلا لا بالمنتج ولا بالخدمة بتاعه تمام؟ فيه فيديوهات كتير جدا كان بينزل عليها إعلانات هي الملأمة للفيديو يعني تلاقي مثلا الفيديو بتتكلم عن البادي بيلدينج مثلا وتلاقي الإعلان اللي نزل بتتكلم عن الحجم العمرة مثلا سياحة الدينية التسويق حاجة تانية خالص غير الفيديو اللي موجود تمام؟ وطبيعة الناس اللي بتشوف الفيديوهات على اليوتيوب تمام؟ كمان هم غير محددين يعني بمعنى ما قدرش إن أنا أقول محمد مصطفى علي حسين خالد بيخشوا على اليوتيوب تحديدا عشان يتفرغوا على الفيديوهات كذا لا لأنه هو ممكن يكون بيشوف كل حال يعني ممكن يكون بيشوف تسويق وبيشوف فيديوهات فنية وبيشوف فيديوهات رياضية وبيشوف مش عارف إيه فدايما يطلع له في الفيديوهات المقترحة تنوع كتير جدا يمكن أقلهم اهتماماته ليه؟ لأنه يمكن بيكون الموضوع عنده البحث غير صفحة القناة تمام؟ أو غير صفحة اليوتيوب واللي دخلوا مثلا على صفحة اليوتيوب تصفح أكتر من عمليات البحث واللي ظهر له من صفحة اليوتيوب تمام؟ فبرضو ده فكر إعلانات جوجل أدورد برضو كان فيه مشكلة إن الإعلانات كلمات اللاهية البرود ودي تكلمنا عليه قبل كده كانت بتؤدي إلى نتائج سلبية فأصبح دلوقتي بعد فترات طويرة من البحث والخبرة والإعادة الأمور من الأول وإن كده تعمل وتسوي أصبح بقى فيه أنواع من الكلمات لازم التركيز عليها مش التركيز على الكلمة البرود العادية اللي الناس بتكلم أنها صح زي مثلا واحد يكتب شركة تسويق إلكتروني في مصر فأكلم أنه كده اختار الكلمة الصح لا دي كلمة غلط لأن آي نعم البحث بيدور عليها بس هي بتكتب بطرق تانية غير الطريقة دي فالموضوع اختلف تمام؟ يبقى هنا فيسبوك اهتمامات مظبوطة بتوصل لناس مش مظبوطة فيديوهات أحيانا بينزع عليها فيديوهات إعلانات مش ملأمة للفيديو بتتكلم عن إعلانات بتظهر ترتيبات أولى في جوجل بيبقى اختيار الكلمة صح بس ظهور الإعلان أدى إلى نقرات مثلا مش سليمة مشاكل كثير جدا حصلت في التسويق الفترة اللي فاتت بالإضافة طبعا إلى القوانين المشددة يعني النهاردة ما ينفعش أن انت تقعد تعمل نشرة على جروبات على الفيسبوك بشكل مكسف زي الأول وتقعد تبعت رسائل بشكل مكسف زي الأول مما أدى إلى أن أصحاب البرامج بدأوا يعملوا خصم غريب يعني يقول لك خصم 50% على برنامج كذا أول ما بسمع كلمة 50% على برنامج كذا بعرف أنه فيه مشكلة في البرنامج أو حصل أبديت لكذا نيجي على موقع مثلا زي تويتر عمل أبديت الفترة اللي فاتت خلى حسابات كانت عالية جدا نزلت يعني أصحاب أرقام كبيرة نزلت مرة واحدة نبست لها ساب مثلا عليه مليون متابع نزل لـ 250 ألف في حسابات كده حصل كده طيب ليه بقى أقول ليه ده حصل في الشهول الأخيرة في 2018 عشان فيه يعني انطلاقة تانية بـ 2019 اسمها الإعلانات يعني التركيز كله حيبقى الإعلانات التسويق الكتروني في نظر 2019 قائم كله على الإعلانات كله على الـ S-Bonser وأعتقد أن شركات التسويق أغلبها أو يعني العدد الأكبر منها هيبقى اعتماده لكل الفترة اللي جاية أنه هو حينزل S-Bonserات على مواقع التواصل الاجتماعي بتقول أنه هو بيعمل سبونسرات يعني أوظفته أنه هو يعمل إعلانات تمام؟ هتلاقي التركيز على كده نادلا لما هتلاقي حيات دي مثلا يقولك هصمم لك موقع وأرشفه لأن حتى أرشفت المواقع الإلكترونية على جوجل خادت اتجاهات مختلفة ما عادش الموضوع برضه معتمد فقط على الكلمات البحثية ما عادش كده ما عادش معتمد فقط على حجم المنافسة لا بقى معتمد على حاجات تانية يعني فيه خوارزميات في الموضوع لو اتكلمنا فيها هنمدد ونشد في الفيديو وشاكل بيها بس اللي أنا عايز أقوله أن الفترة اللي جاية 2019 بناء على تحليلات كتير جدا يتعاملت الفترة دي تمام؟ لأن ما فيش حد من 7 2018 ليه؟ نهاية 2018 لا يتعرض لخسائر مستحيل يكون حد بيشتغل في التسويل الإلكتروني أو بيسوق لمنتج على الإنترنت وما تعرضش الخسائر ليه؟ لأن كان فيه قريدي تغير في المناخ العام أدى إلى الخسائر تمام؟ فيه ده فيه ناس حطت 20 و 30 و 40 و 50 و 60 و 70 و 100 ألف جنيه في إعلانات وما جابتش نتيجة تمام؟ لأن حصل تغير أنا بعمل في وقت بيحصل فيه التغير من جن مدرك أو أعرف تمام؟ لأن ما كانش لسه فيه أخبار ظهرت تمام؟ والناس بتشتغل فالتركيز على الشغل فهنا بيباني الموضوع الصورة بتوضح من هنا تمام؟ فالفترة اللي جاية هي فترة خير خير عن الفترات اللي فاتت كتير هتبقى كلها قائمة على الإعلانات المدفوعة هتلاقي كل الناس عايز تسوى لخدمتك ومنتجاتك خلاص إعلانات فيسبوك، إعلانات تويتر، إعلانات استجرام، إعلانات سناب شات، إعلانات جوجل أدور حيبقى كله قائمة على الإعلانات، أنا متهيق لي 2019، هتبقى طفرة الإعلانات، هتبقى كل المنافسات فيها إعلانات، تمام؟ بل العكس، فكرة المواقع وكلام ده كله تالي، هتقل شوية، تمام؟ برامج التسويق الإلكتروني، أنا فيها اعتقادي، تمام؟ فيها اعتقادي، وممكن يحصل العكس، إن مش هتكون مفيدة في 2019، أنا اعتقادي بيقول كده، ليه؟ لأن النهاردة الفيسبوك عمل يعني نظام ربحي طبقه في خمس أو ست دول أجنبية، وهيطبقه في جميع الدول على بداية 2019، تمام؟ النظام ده بيقول إيه؟ بيقول برنامج شركاء فيسبوك من خلال الربح من الفيسبوك، من الفيديوهات، زي اليوتيوب بالزبط، إنت مش ترفع فيديوهات على اليوتيوب بتعمل قناة بغرض أن أنت تكسب منها أرباح على اليوتيوب، بينزل إعلانات على فيديوهاتك وهكذا، نفس الكلام على الفيس، حضرتك هيبع عندك صفحة على الفيس، برضو بترفع فيديوهات، الفيديوهات دي بتنزل عليها إعلانات، طيب، هو حط شروط، حط شروط، محدش بيتقابل كده من الباب للطاق، فيه شروط، لازم صفحة يكون عليها عشر تلاف لايك، ولازم يكون محتوى الفيديوهات اللي أنت منزلها، أو عدد الفيديوهات اللي أنت منزلها على مدار آخر ستين يوم حصلت على تلاتين ألف مشاهدة، عشان يقبل إنه هو ياخدك في برنامج زي ده، طيب، الشروط دي صعبة ولا سهلة؟ لا، سهلة، يعني مجرد ما هيتطبق الموضوع ده على مصر والدول العربية، هتلاقي أصلا من أول يوم أرباح بدأت تدخل، وفلوس بدأت تخش، وإعلانات بدأت تتعمل، طيب، تعال منطقيا كده، أنا كفيسبوك، لما أجي أعمل برنامج شركاء فيسبوك وربح، ودخل معايا ناس تاخد أرباح، يبقى طبيعي 100%، هنزل قوانين، وهشدد، وأي حاجة كان مسموح تتعمل، ولو بنسبة 20-30% أكيد هيبقى أقل بكتير، يعني فكرة إن نشرع الجروبات والكلام ده كله أكيد هيبقى أقل، تمام؟ أكيد هيبقى فكرة إننا مثلا كفيسبوك أطلع بفكر إعلانات جديدة أكيد ده هيحصل 100% يعني أولا الأعلانات اللي هتنزل على الفيديوهات اللي الناس رفعها على صفحاتهم على الفيسبوك أكيد ده مدفوعة، تمام؟ وأكيد الفيديوهات دي هتنزل على فيديوهات ملأمة، صح؟ يعني أنا مثلا كمصطفى رافع فيديو على صفحتي صفحة هوا جروب ليه علاقة بالتسويل الإلكتروني، أكيد شركة ما عاملة إعلان بتصنب مواقع أو بتسوق برضو على الإنترنت، إعلانها هنزل على الفيديو بتاعي، طبيعي، تمام؟ ليه؟ لأن الفيديو بتتكلم عن محتوى، إعلانك نفس الم أو قريب من المحتوى، فهينزل على ده، تمام؟ ده اللي مأصوله، حيجي ييتيوب شايف أن فيسبوك بدأ يعمل شركاء وبيحدث، وفيسبوك موقع تواصل اجتماعي، تمام؟ ييتيوب تاني محرك بحس على مستوى العالم بعد جوجل، ففيسبوك موقع تواصل اجتماعي بيبقى الموضوع يعني مرتبط بالعلاقات أكتر، وبعدين التصفح فيه مختلف عن الييتيوب، ويتيوب زي ما قلت لك تاني محرك بحس في العالم، يبقى أكيد الباور آخر سيغير من نظامه، تمام؟ أكيد حيبتدي يمول قنوات جديدة، أكيد ده كل ده تخمين، تمام؟ يعني رغم أنه بأكده بس تخمين، أكيد في مجالات هتظهر على الييتيوب هتكتسح، يعني ده أمر ده يعني مفروغ منه، أكيد ده يعني مجالات كتيرة هتكتسح آه، يعني مثلا مجالات زي مثلا الطبخ الأغاني، الألعاب، الكلام ده كله أعتقد ده واخد حياخد ترتيبات عالية جدا، طب ليه بالمنطقة؟ ليه؟ أقول لك ليه؟ لأن النهار ده الإعلانات اللي ليها علاقة بالأكل والشرب كتير قوي، على كل المواقع، إذن ييتيوب هيعمل ده، ولو جينا على فيسبوك، هنلاقي أني لو قفي فتح في حي شعبي، هيعمل صفحة على فيسبوك، وتلاقي صفحة عليها مية وآلف متين ألف لايك، فهكيد ييتيوب برضه هيهتمي بالمجالات دي لأنها مكتسحة في الدول العربية، مجال الألعاب، النهار ده مجال الألعاب الأطفال، الألعاب مش بتكلم على الجامس بتاع بي سي أو البلاي ستيشن أو الأندرويد، والكلام بتكلم على الألعاب العادية، اللي هي اللعبة التي تشيها لابنك من المحل، تمام؟ المحلات الألعاب كترة على مستوى العالم العربي كله وبدأت تعمل من نفسها برندات عالية جدا على مواقع السوشيال ميديا، وبلغت تظهر بقوة على اليزيوب فأكيد برضو التركيز هيبع عليه، ففي مجالات هتبدأ تكتسع، حتى أنت كواحد ناوي ياخد خطوة نواي بايتيوبر لازم يشوف كمان الفترة اللي جاية المجالات اللي هتطلع ايه؟ الدنيا هتبقى ماشية ازاي؟ مجالات زي التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية والربح من الانترنت أكيد هتاخد وضع أعلى لأن برضو الناس هتبقى عايزة أنها تدخل في القصة وتبدأ تتعلم أكتر وتفهم الدنيا ماشية زي؟ القنوات التعليمية اللي هي علاقة بالكورسات والدورات اللي هي زي دورات اللغات ومشابه من هزي الكورسات أعتقد حيبقى لها دعم، أعتقد أن يوتيوب ممكن يطلع بدعم أنه في مبلغ معين هيدعم بيه قنوات وممكن يفتح باب الترشح أن أنت تقدموا الكلام ده كله متهالي ده ممكن يحصل في حاجة كتير جدا وفي حاجات في التسويق هتنتهي يعني مثلا على سبيل مثال تعالي نتكلم على سبيل مثال احنا كنا بنسوي على المنتدات المنتدات لفترة اللي جاية مش هتبقى قوية ليه؟ لأن ببساطة أنت النهضة ما تيجي تشترك في المنتدى بقى صعب قوي على الأول الأول كان يعني تكش وتبدأ وتشارك وتصيغ والدنيا حلوة دلوقتي يقول لك لازم اعمل خمسين مساهمة داخل المنتدى عشان أبدأ أسمح لك أن أنت تنزل الموضوع بعدين لما تنزل الموضوع يقول لك اصبر عشان الموضوع بيتراجع فبسط لها نفسك عشان تعمل إعلان لمنتج أو لخدمة منتدى كبير وتفاعل محترم أنت هتقعد بقى 3-4 أيام على الحال ده عشان في المنتدى واحد فالمنتدات هنا هتاخد سكة أعتقد أنه هتروح ومش هتيكي التسويق من خلال الإيميلات ده اعتقادي سكة هتروح ومش هتيكي ليه؟ لأن فكرة الإيميلات النهاردة أنا من وجهة نظريك كحد بسيط جدا بشتهر في التسويق بقائمة على إدارة الأعمال يعني موظف بيبعث للمدير بتاعه ومدير بيبعث للعمال بتوعه أصبح الموضوع بيعتمد على كده لكن فكرة أن انت هتبيع منتج وبتسوقه لعمل جديد على الإيميل أعتقد بقيت صعبة شوية لأنه قليل يبقى يفتح الإيميلات تمام؟ يعني لما تيجي تبعث نهاردة 5 مليون إيميل ببصلا فيه 1% من 5 مليون فتحه ورغم من 5 مليون مستهدفين يعني النهاردة هما بقى جي أبعت إيميلات لـ 5 مليون واحد مستهدفين أنا باعت إيميلات خاصة بكورسات ليه علاقة بالتسويل الإلكتروني 5 مليون واحد فعلا مهتمين بالتسويل الإلكتروني دي تارجت أنا عايزة أوصل مثلا لعدد ما تمام؟ وعدد أقل أنا بأتكلم أقل مثلا من 200-300 فرط بس باعت الخمسة مليون عشان أعمل بعد كده قفل الطروة صفي وبتاعه وأخد ناس معينة ومشاهدت تمام؟ تتفاجئ أن الخمسة مليون اللي ممكن يفتح منهم مثلا يعني 10-20 واحد وعمل من 5 مليون دول 10% منهم يفتح الإيميلات تكون السنة خلصت يكون المعاد عدة فهموا أصدي؟ ليه؟ لأن مفكرت أن الناس تفتح الإيميلات قضت عليها مواقع التواصل اجتماعي يعني زمان كان الإيميلات النهاردة لما فيسبوك تلعوا وتويتر وإنستجرام وتشعبوا قوي وسناب شات معاهم ظهر بعد كده واكتسح دول الخليج أصبحت الناس ما تفتحش الإيميلات أصبحت الإيميلات لإقدارة الأعمال زي ما بقولك كده تمام؟ مع أن إدارة الأعمال حتى بقت كمان على الواتس مش على الإيميلات ما يعني أعتقد أن بردو بند التسويل الإلكتروني على الإيميلات انتهى تمام؟ التسويل الإلكتروني على الفيسبوك وتويتر وإنستجرام اعتقادي 2019 حيتمد كله على السبونسر تمام؟ بالإضافة إلى طبعا التسويل المجاني العادي جدا اللي لن يتم الاستغناء عنه من خلال البروفايل والصفحة والجروب ولا بشجع الناس وبنصحهم أن الفترات اللي جاء جماعة خلي عندك منصات في كل مواقع السوشيال ميديا يعني لما تريد مثلا تعمل صفحة على الفيسبوك عشان تشتغل تسويق يعني يريد برضو اعتمد على البروفايل بتاعك إنك لو عندك خمس أكاونتات وكل أكاونت عليهم ألف واحد بيهتمد خدماتك ومنتجاتك حيبع عندك جروب عليه خمس تلاف الخمس تلاف دولة وكل واحد فيهم بيعمل دعوة العشرة مهتمين بنفس المنتج ولا نفس الخدمة هتنصل لعدات كبيرة جدا فعشان كده أنا شايف إن الفترة اللي جاية ما تعتمدش بس كمان على الاسبونسر اللي اعتمد على الأكاونتات نفسها وكل ما موجود من منصة إعلانية أو ممكن تستفيد منها كمنصة إعلانية داخل أي موقع من مواقع السوشيال ميديا يعتمد عليها لأن مواقع السوشيال ميديا يعتقد طفرة كبيرة قوي فترة اللي جاية بس البند رقم واحد فيها هيبقى الإعلانات وهيبقى فيه تحديث في الإعلانات المتاكد من ده تمام؟ يعني فيه استويطة الإنستجرام هيبقوا فيه انتفارات في الإعلانات أعتقد إعلانات جوجل حتقفز قفزة كبيرة جدا وأعتقد أن حتى لو فيه ناس تعرضوا لخسائر من إعلانات جوجل أدورد ويوتيوب أعتقد في 2019 حيحققوا مكاسب وحيعوضوا كتير جدا من الخسائر اللي هم تعرضوا لها ليه؟ لأن اليوتيوب لما جاء عمل القوانين الجديدة ليه عشان قبول القنوات ومراجعة القنوات وبعدين تحديدا قبولها أو رفضها أو كلام ده كله جاء عمل إيه؟ قال لك أنت كيوتيوب ورح تبدأ من أول وجديد أو حد جديد لسه في المجال وداخل وبتعمل قناة حضرتك أنا مش مش هخليك تقدر تحصل على قبولها فكرة أن انت تبقى شريك يوتيوب بشكل فعلي وكل فيديوهاتك تاخد علامة المونتائز إلا لما إلا لما توصل لأربع تلاف ساعة مشاهدة وألف مشترك حتى بعد الأربع تلاف ساعة ومشاهدة وألف مشترك بس بيبقى مسموحك أن انت تعمل الوزرنين بتاع القناة بتاعتك وبعدين القناة بتاعتك بقى بتخش في فترة المراجعة يعني مش مجرد انك استوفدت الشروط خلاص القناة راجعت لا بتخش في فترة المراجعة تمام تاخد تلاتين يوم وبعد كده يقول لك اذا كان حيرفض ولا هيوافق لو هيوافق خلاص تمام انت كده دخلت بقيت شريك مين شريك يوتيوب يعني اذا لما اليوتيوب يعمل قوانين جديدة صعبة عن اي حد اشتغل يوتيوبر قبل كده ده معناه ايه معناه انه هو هيبدأ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا المعلن تمام انا كناشر بعمل قناة اليوتيوب المعلن بيعمل فيديوهاته على اعلاناته على جوجل ادورد تالي لو بيحدد يوتيوب بيحدده من جوجل ادورد اعلاناته بتنزل عندي على يوتيوب يبقى انا اعتقاضي هنا ان طالما يوتيوب طالما يوتيوب اه حط القوانين دي اذا جوجل هتقفز خفزة عالية الفترة اللي جاية فهتبدأ تركز على ان المعلن يوصل ليه العميل المستهدف بشكل مزبط يعني انا كمعلم نزلت اعلاني على احدى القنوات او الفيديوهاتي بيظهر على القنوات والفيديوهات المحددة واخبالك او انا كمعلم بتم مثلا بمجال التسويق فبا اعلاني حينزل على فيديوهات ليه علاقة بالفعل بالتسويق فاعتقد ان الفترة اللي جاية هيتبتدي القفزة دي تحصل اه عن طريق اه ان فيه تطورات هتكون موجودة على موقع جوجل تمام بكل منصاته جوجل جوجل بلاسي تيوب بلوجر كل المواقع اللي تابع جوجل تمام اعتقد انها كلها هتعلم تمام واعتقد ان الفترة اللي جاية زي ما انا قلت لك كده اه المعلنين اللي فيه منهم كتير خسر اعلانات مثلا من يوتيوب او من جوجل ادوورد اعتقد ان الفترة اللي جاية هيحقق مكاسب اعلى كتير قوي ويمكن كمان تكون اكتر من مواقع سوشيال ميديا وده اللي خلانا اه نزلنا دبلوما خاصة باعلانات جوجل ادوورد تمام خصوصا بعد المفاهيم الجديدة اللي دخلت فيها فا فكرة جوجل حتى النهاردة سبحان الله لما يجيب تواصل مع اه احد اه عملاء الدعم الفان في جوجل اه بيضط عليك على طول ممكن يكلمك يعني انت بيخش معك شاك مباشرة في نفس اللحظة ولو طلبتي اكلمك تلفون تلاقي تلفون اكبرينب لما تطلب منه ان يكلمك فادله هيخلي جوجل يقفز قفزة كبير اوي تمام واعتقد ان الفترة اللي جاية النجاح هيبقى في اعلانات جوجل هيبقى بشكل كبير اوي جوجل بكل منصاته بتكلم على يوتيوب بتكلم على جوجل بسرش بتكلم على الاعلانات شبكة الاحلانية بتكلم على التطبيقاتOST يبقى إحنا متفقين على أن مواقع السوشيال ميديا وموقع جوجل بكل المواقع بتاعته هتعمل طفرة وحيبقى هدفها كلها هو الربح من الإعلانات وأي من أيا كان المجال اللي حيدخلوه حيفيد ناشر أو حيفيد معلن حيبقى هدفه إن أنا أكسب أكتر من الإعلانات تمام؟ سناب شات فيه مستخدمين كتير جدا خارجوا من سناب فأعتقد أن سناب شات لفترة اللي جاء هتطور نفسه برضه وبرضه حيبقى الإعلانات أعتقد أن سناب حيغير في منصته الإعلانية وحيخلي موضوع الإعلانات بالنسبة للدول العربية أسهل بكتير جدا فاللي بيعمل إعلان على فيس أو على تويتر حيعمل إعلان على سناب ممتاز سهولة للنولاتي أعتقد فيه ناس بتدعب شوية على سناب فأنا اعتقادي يعني حصيلاً لنا بقولها دي تخميني بيقول إن 2019 كلها حيبقى الصراع فيه صراع الإعلانات الممولة يعني كل المواقع دي هتطور نفسها عشان تتفوق على منافسيها في الإعلانات فأعتقد أن الكذبان والرابع في 2019 من كل الكلام اللي أنا قلته ده المعلم فعشان كده أنا متهيق لي أو شايف يعني أن أي واحد أو أي وحدة أي حد عنده منتج أو خدمة عايز على الإنترنت دايماً يفكر في الإعلانات يركز في الإعلانات لأن أنا اعتقادي الإعلانات هي اللي هتفرق الفترة اللي جاي أعتقد كمان أن فيها أمور هتختلف يعني ممكن مثلاً الفيسبوك مثلاً أنا أعتقد أن الفيسبوك هيتغير في حاجة كتير يعني فيسبوك مش مشهور قوي في دول الخليج أعتقد أن الوضع هختلف يعني ممكن يكون مثلاً فيسبوك مش رقم واحد في السعودية أعتقد أن في السعودية هيبقى واخد وضعه لدخل فيه زي ما بقول كده برامج جديدة وحاجات جديدة تخدم المعلم طالما فيه حاجة هتخدم المعلم المعلم جاي جاي إذن الحاجة اللي ممكن تبقى رقم 3 أو 4 في 2018 ممكن تبقى رقم 1 في 2019 والله أعلم عشان كده فيه اختلافات هتيجي تمام 2018 من 7 إلى 2018 لغاية 12 2018 أعتقد هي فترة كسود وفترة خسارة على ناس كتير جداً أنا عارض تمام لكن الابتداء من 1 في 2019 الوضع هيتغير أنا متأكد إن شاء الله أن الوضع هيتغير والدنيا هتختلف وحتستمتع حتى كمستخدم وانت دخل على يوتيوب وانت دخل على فيس وانت دخل على تويتر وانت دخل على انستجرام وانت دخل على أي حاجة أي منطقة قبلك تمام؟ أي منطقة قبلك يا سيدي أنا أعتقد أنك حتى ما مستمتع ومبسوط جداً بس كأدوات تسويق زي مرتلك كده في حاجات حتنقرض بالتدريج يعني فكرة التسويق بالإيميلات أنا من وجهة نظري والتسويق عبر المنتديات وأعتقد كمان الحملات الإعلانية لعدد من التطبيقات ممكن ينتهي يعني برضو مش هيبقى موجود قوي أعتقد أن الوضع هيبقى برضو بنسبة 99% من وجهة نظري هيبقى فيه إعلانات على الوضع يعني أنت مثلاً عندك منتج وعايز تسويع على الوضع لا 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 فكرة أنك إنت تبعت رسائل والكلام ده كله انسى حقفلة عليك بس تقدر أن أنت من خلال موقع فيسبوك أنك تعمل سبونسر يكون مخصوص على الوضع وتقدر ترفع أرقام تليفونات معينة وتظهر الإعلانات عليها فأعتقد ده هيحصل بنسبة كم في المية؟ 99% فعشكي أقولك أن الفترة اللي جاية مختلفة فأنا عندي نصحتين نصيحة الأولانية إحنا اللقتي في شهر 11 تمام؟ في بداية 2011 خليك من 2011 في بداية شهر 11-2018 خليك من شهر 11-2018 لشهر 12-2019 لأخره لشهر 12-2018 يعني آخر شهرين في السنة شهر 11 وشهر 12 من 2018 خليك فيهم حاضر يعني مش مهم أنك تتركز قوي في أنك تتسوق لمنتج أو خدمة خليك حاضر تمام؟ لنزام وتخيلك فترة جاية تترفي ممكن أي خطوات تسويق تحصل في الوقت ده تؤدي لخسار تمام؟ حتى أنا شخصيا ما أجل حاجات كتير جدا لبداية 2019 فخلي دايما الشهرين دول تكون حاضر حاضر بمعنى إيه؟ بمعنى أنك تدخل وتتفرج وتسمع وتشوف لأنه حتلاقي في الفترة اللي جاية عدد كبير جدا ما كانش كل الناس بتشتغل في التسويق الإلكتروني وبيعملوا كورسات خاصة بالتسويق الإلكتروني ومحاضرات خاصة بالتسويق الإلكتروني وعملين قنوات على اليوتيوب أعتقد أن كلهم في بداية 2019 هينزلوا فيديوهات بمعلومات خطيرة وجديدة فحاول أنك تكون حاضر لا مش فالفير فيش واحد 2019 أنا آسف ابتداء من هذا الشهر لغاية واحد 2019 هتلاقي فيديوهات بتنزل جديدة تقول لك خد بالك هيحصل كذا خد بالك فيه كذا خد بالك النهاردة أعلنوا كذا ده هيحصل ده هيحصل لأن التخمننا ده كله حتى وإحنا بنخمنه مش بنخمنه بنفرغ بنخمنه أن فعلا فيه ناس هتبدأ تتحرك الفترة اللي جاية عشان يقولوا للناس اتجاهات جديدة فخليك حاضر ده رقم واحد خليك حاضر رقم اتنين ابعد عن فكرة أنك تشتري برامج تسويق دلوقتي أنا كمصطفى بسوق برامج تسويق واللي بيخش عندي في القناة حالي ليني عامل بيسوق كتير أول برامج مش أنا صاحب البرامج لكن أنا كمستخدم وبشتغل في التسويق بنائي أحسن البرامج وبقول لك يا جماعة اخدوا البرنامج ده أو اشتروا البرنامج ده من صاحبه وما ياخدش عمولات وممكن ترجعوا حتى لأصحاب البرامج يقول لكم إذا كنت باخد عمولات ولا لا أنا بقى كمصطفى اللي بسوق البرامج على قناتي بقول لك الشهرين دول ما تشتريش برامج ليه ما انتش عارف إيه اللي ممكن يحصل ما ممكن البرنامج اللي انت تشتريه النهاردة يقف بكرة ممكن فيسبوك يطلع قرارات مشددة جدا يخليك لا انتش عارف تنشر على جروب وعلى كذا وعلى كذا تلاقي البرنامج اللي انت جبته ده اترمى فبلاش واقف اي حاجة تتعلق بشراء البرامج اللي ليه عبقى بالتسويق الالكتروني في خلال الشهرين دول الشهرين مش كتير ستين يوم خلي ستين يوم دول بالنسبة لك عبارة عن فترة شوف الدنيا ماشية ازاي وراقب كل يوم وكل يوم خش على اليوتيوب وكتب التسويق الالكتروني على اليوتيوب وما تنساش انك دايما تعمل فلترة تصفي في البحث يعني تجيب مثلا يوم بيوم تشوف ايه اللي نزل النهاردة ايه اللي نزل بكرة مش تشوف الفيديو من السنة اللي فاتت ومن سنتين وتخش تتفرج وتقول الله طب ما وفيه مش عارف ايه لا خد بالك اليوتيوب يعني هتتصفح اليوتيوب الفرجات تصفحه صح يعني تشوف فيديوهات اخر شهر اخر يوم اخر مش عارف ايه تتكلم عن مجال التسويق لان زي ما اقولك كده حيبقى فيه تحديثات تمام حتى لو تفرجت على فيديوهات قديمة وطلعت منها معلومات خزانها وشوف الجديد ايه وهل فيه تحديث عليه ولا لما تمام تخليك الشهرين الجيد والحاضر طالب بيتعلم لاني صدقني محاضرين التسويق الالكتروني نفسهم هتحولوا فترة اللي اجاء لطلاب بما فيهم الطالب مصطفى ديس ده رقم واحد رقم اتنين بلاش تشتري برامج تسويق خالص انا حاب على قل بقولك اشتري وممكن اطلع لك اعلان دلوقتي البرنامج تمنه كذا بس بقولك ما تشتريش برامج تسويق دلوقتي تمام ليه احنا كناس بتسواء لبرامج تسويق انا بقولك انا موقف انا كمصطفى موقف واخبالك ليه ما انا ممكن اعمل شجر لحد بسواء له صفحة او بسواء له منتج او بسواء له مش عارف ايه وبعدين بلوق بلوق ليه ما اقدر فيسبوك طاعة عمل كذا قرر كذا قفل الناس بقى كذا ما فيش حاجة مضمون مش كيف بقولك احنا نفسنا موقفين فوقف وما تجيبش اي برامج خلال الشهرين دول مش بقولك ما تشتريش مدى الحياة خلال الشهرين دول لغاية ما تشوف الدنيا راحة على خين لانه حيب حاجة من الاتنين يا البرامج اللي موجودة هتنتهي يا البرامج الموجودة هتطور وحتبقى احسن وحتبقى افضل وحتبقى اكدر مش كيف بقولك الفترة دي ما تشتريش برامج خلص ولو حتى عايز تمشي حالك اعمل اعلانات ممولة واعملها بنفسك ما تروحش لأي شركة خاصة بالتسوق اعملها بنفسك وبما بلق قليلة تمشي بيعها وتشوف فيديوهات تفهم منها الاعلان بتعمل ازاي بشكل مصبوط فيه فرق كبير قوي من ازاي تعمل الاعلان الاحترافي وانك خش هنا هنا هتختار البلد هنا هتختار الاهتمامات هنا هتختار مش عارف ايه ده كين واحد بيمليك ففيه فرق ما بين ده وفيه ده فرق ما بين ده يعني تدور يعني خلي مؤخك حاضر وانت بتتفرق تمام فده اللي عليك انك تعمله فترة لجاء لان فيه تغيرات كتير اوه هتحصل في المجال التسويه الالكتروني طيب مجال الربح من الانترنت عشان اقفل الفيديو ويبقى خلصت كلامي على كده اعتقد ان مجال الربح من الانترنت 2019 هيبقى مركزه واخد درجات اعلى من التسويه الالكتروني يعني اعتقد ان افقار الربح من الانترنت ومواقع الربح من الانترنت ومتابعين موضوعات وفيديوهات ليه علاقة بالربح من الانترنت وقنوات ليه على لقب أعلى من التسويق الإلكترونيOK ليس العكس يعني ليس في الإلكتروني أعلى إلكترونيكyeah حيâmرر حمل الإنترنت شراء رقم واحد لم impairment لأن التسويق الإلكترونيك يؤلم أن يتم رقب لم الببارة أعتمد Velma صاحصت أعتبر أنه يعقل سقف né وDrota أنا اعتقادي كثيرا هيبهو في حد ذاته شركة فحيبقى الأفراد اللي بتشتغل في التسويق هتنجح أكتر بكتير جدا من وجود الشركات أو الشركات مرزعة أنا كشركة بقول الكلام ده وأنا واسك أنا بقوله إن الفترة اللي جاية أفراد هتنجح في المجال ده ليه؟ مهما كان إعلانات هي أسهل وسائل التسويق وأقصر الطرق فلما يكون فيها تطوير وتلاقي ناس بتساعدك ودعم بيرد عليك في اللحظة وأمور بتتبسط يبقى هتحتاج شركة في إيه؟ مش العقل بيوب كده؟ فعشكا بقولك الفترة الجاية فيه اختلافات يبقى أنت عرفت إيه اللي عليك الفترة دي؟ واعمله وربنا يوفق الجميع ومع بعض بقى كده هتلاقوني فترة فترة معاكم لغاية ما نشوف واحد واحد 2019 الدنيا هتبقى ماشي إزاي؟ لأن أنا بأكد هيبقى خير للجميع هيبقى خير للجميع إن شاء الله بإذن الله تعالى وأي حد تعرض لخسائر في 2018 هيحقق مكاسب في 2019 بكل ثقة سواء لي أو لكل الناس كان معاكم مصطفى جيز من شركة هوجلوب للتسويل الإلكتروني وتصميم مواقع الإلكترونية ويا رب ما كونش صدعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر